موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ ملك مملكة السويد بمناسبة العيد الوطني لبلاده رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية موسيقى البنك المركزي اليمني يؤكد سرايان قراراته بما يسهم في إنهاء عبث ميليشيات الحوثي بالقطاع المصرفي والمالي ويحذر من تداول الشائعات موسيقى نشرة الأخبار من قناة عدن أهلا ومرحبا بكم بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة للملك كارل السادس عشر ملك مملكة السويد بمناسبة العيد الوطني لبلده الصديق وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للملك كارل السادس عشر بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب مملكة السويد التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التطور والنماء استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز علاقات التعاون المشترك وتطورات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف المجالات بما في ذلك الدعم السعودي للحكومة للإيفاء بالتزاماتها الحتمية ودعم الإصلاحات التي تنفذها ونقش اللقاء الذي عقد في مدينة جدة السعودية أولويات الدعم العاجل لبلادنا في هذه الظروف الاستثنائية في إطار استمرار الدعم السعودي السخي لليمن وشعبها للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني إضافة إلى فاق توسع مجالات الشراكة في مختلف الجوانب كما تم التطرق إلى التطورات الإقليمية وتوافق جهة النظر تجاهها بما في ذلك التدعيات المستمرة لهجمات ميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية والملاحة الدولية وفرص إحلال السلام والاستقرار في بلادنا وفق المرجعيات المتفق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا وأطلع دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع السعودي على الوضع العام في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية وما تبذل الحكومة من جهود للتعامل مع الصعوبات القائمة وجوانب الدعم المطلوبة من الأشقاء في المملكة لإسناد جهودها وتعزيز مسار الإصلاحات مثمنا المواقف السعودية المساندة لليمن وشعبها في مختلف الظروف والأحوال وما تبديه من دعم لتنفيذ أولويات الحكومة بدوره جدد وزير الدفاع السعودي موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمنى واستقرار اليمن ويحقق تطلعات شعبها منوها بما تبذله الحكومة من جهود في مسار الإصلاحات والحرص على تقديم الدعم اللازم لها بما يتوافق مع الأولويات العاجلة حمل وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران المسؤولية الكاملة عن سلامة الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين الأمين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب محمد شبيطة والذي يخضع للاحتجاز في أحد المستشفيات منذ نجاته من محاولة اغتيال إثر إطلاق عناصر الميليشيات الرصاص على سيارته في السابع من مايو المنصر ما أدى لإصابته بطلق ناري ومقتل أحد أقربائه وإصابة نجله ووضح معمر الإرياني في تصريح صحفي أن مصادر مقربة أفادت عن تدهور الحالة الصحية للصحفي محمد شبيطة حيث يمر بوضع سيء جراء معاناته من مضاعفات الإصابة وتمزقات في الأمعاء كما يعاني من وضع نفسي صعب نتيجة استمرار منعه من الزيارات والسماح لعدد محدود بزيارته من خلف الزجاج وكأنه في زنزانة وليس في مستشفى لتلقي العلاج وأشار الإرياني إلى أن ميليشيات الحوثي حاولت تميع جريمة محاولة اغتيال الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين الأمين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب بالحديث عن حادث عراضي أثناء تبادل إطلاق النار بين عناصرها ومطلوبين وممارسة ضغوط عليه وأسرته لدفن الجريمة وتشديد إجراءات زيارته في المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج ولفت الإرياني إلى أن مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية تشهد تزايدا غير مسبوك لأعمال القمع والتنكيل الذي يطال السياسيين والصحفيين والإعلاميين والحقوقيين والنقابيين والناشطين في مسعى لتكميم أفواههم وثنيهم عن تبني قضايا المواطنين والتعبير عن آرائهم حيال مختلف القضايا والتغطية على ممارسات الميليشيات الإجرامية وفسادها وسياساتها العبثية وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وحرية الصحافة وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب باتخاذ موقف حازم إزاء استمرار جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي بحق الصحفيين ومبارسة ضغط حقيقي عليها لنقل محمد شبيطة لتلقي العلاج في الخارج أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني أن قراراته سارية بما يسهم في إنهاء عبث ميليشيات الحوثية الإرهابية بالقطاع المصرفي والمالي وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن إجراءات تنفيذ القرارات تمضي وفق الخطة المقررة وفي مواعيدها المحددة نافيا بهذا الصدد الشائعات المشبوهة التي تزعم دون ذلك وجدد المصدر التأكيد على أن إجراءات البنك هي سيادية وذات طابعا نقديا ومصرفي ولا تخضع للتوجيهات وليس لها أي وصلات بأي أحداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية وقال إن قرارة البنك المركزي هي إجراءات تقنية مالية خالصة ليس لها أي خلفيات سياسية وإنما جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار خلافا لما تروج له الميليشيات الحوثية وهب المصدر بوسائل الإعلام التعامل بمهنية ومسؤولية وطنية وعدم الإنجرار خلف الشائعات التي تروج لها وسائل إعلام ومواقع مشبوهة تستقي شائعاتها من مطابخ إجهزة أمن الميليشيات دون تحقق دعت وزارة النقل جميع وكالات السفر المعتمدة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثية الإرهابية للانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة لمزاولة نشاطها وأكدت الوزارة في تعميم صادر عنها أنها وجهت شركة الخطوط الجوية اليمنية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد لتقديم كافة التسهيلات لوكالات السفر في المحافظات المحررة دون تمييز أو استثناء وذلك انطلاقا من حرصها الشديد على مصالح جميع وكالة السفر في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية تعزيزا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وبمشاركة أربعين شركة وطنية افتتح في مدرية الدار السعد بالعاصمة المؤقتة عدن المعرض الأول للإعمار والبناء تفاصيل أوفا في سياق هذا التقرير بمشاركة أربعين شركة وطنية افتتح معالي وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد العبودي المعرض الأول للإعمار والبناء في قاعة جمعان للمعارض في مديرية الدار السعد بالعاصمة المؤقتة عدن حيث أكد معالي وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم العبودي أهمية المعرض في التعرف على الشركات الوطنية من القطاعين العام والخاص التي يمكن لها أن تعمل أو تسهم في عملية إعادة الإعمار لافتا إلى وجود تخصصات مهمة وتقنيات حديثة استقدمتها الشركات لتساعد في تسريع وطيرة البناء وإعادة أهيل البناء التحتية في مختلف المناطق افتتاح اليوم مثل هذه المعارض تفتقدها العاصمة عدن فيها الكثير من المنتجات للشركات العالمية سواء كانت في عمال البناء سواء كانت في القطاع الكهرباء الطاقة المتجددة نتمنى من جميع الشركات المحلية الاستفادة من هذه الخبرات والتجاه والمنتجات الموجودة أيضا نحث الشركات اللي مشاركة في هذه المعرض أن تقوم بعمال ورش توعوية زيادة بحيث أن يفهم كمان حتى قطاع الحكومي يفهم همية هذه المنتجات وبحيث أن يتم الاستفادة منها في أرض الواقع هذا الهدف لحضورنا مثل هذه المشاركة أن يتم الاستفادة من هذه المنتجات وموجب التوجهات دولة رئيس الوزراء الأخيرة لأنه لا بد يكون هناك شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص التوأمة هي راح تكون من خلال ما هو مطلوب من الجانب الحكومي لا بد أن يكون هناك الغاءات بين هذه البيوت التجارية والجانب الحكومي بحيث أن يتم شرح أهمية هذه المواد وبإذن الله نحن علينا أن يتم إدراجها في مصفوفة سواء كان في إطار دراسات أو في إطار مواصفات فنية ويتم الاستفادة منها ويكون الأثر موجود على أرض الواقع هذا وأكد المشاركون في المعرض أن المعرض محطة إسهامي في رسم ملامح استراتيجية للمرحلة القادمة والتحضير لعملية إعادة الإعمار والاستقابة للواقع الذي تعيشه اليمن بشكل عام والمحافظات القنوبية بشكل خاص وما تتطلبه هذه العملية من مشاركات الفعاليات التجارية والاقتصادية والوطنية طبعا الأهمية للمعارض هي أهمية قصوى في النسبة للتواصل مع جمهورك مباشرة أو عملاك بشكل مباشر سواء كان مشتري نهائي أو على مستوى الشركة الوسيطة طبعا التلمس، تلمس الاحتياجات، الاستماع إلى جمهور المستهلكين أو جمهور العملاك هو مهم والمعارض طبعا تقسد هذا الشيء نحن شاركنا وضمن مشاركين كثر في المعارض ونشجع مثل هذه المعارض وبالنسبة لما قمنا به في المشروع المشروع كبير جدا ونحن في المرحلة الأولى اللي هي أنشاء الفلال والعماير والبنية التحتية والحديقة، الشقالين في الحديقة وتجهيز الخدمات من كهربا وماء والطرقات يساهم في تعريف الناس بالأشياء الحديثة التي تدخل إلى السوق اليمني وتساهم في الإعمار وكل اللي يحضر هنا يشوف الأشياء الجديدة في السوق أهمية المعارض لنا فهذا أول معرض يقام في عدن من أجل إشهار بعض المشاريع العقارية وبعض المستثمرين يظهروا للعلن لأنه ما كان في أي معارض توجد في عدن ولا حتى في الجنوب وهذا المعارض يمثلنا كثيرا ونظهر ما عندنا من استثمارات وبناء المدن وبناء بعض الوحدات السكنية هذا ويتضمن المعارض الذي يستمر خمسة أيام مقالات عدة منها خدمات البناء والإنشاء والخدمات العقارية والهندسية والطاقة والقوى المحركة والاستشارات الفنية والبنى التحتية والتعهدات الميكانيكية والبنوك وشركات النقل والتأمين وأجنحة تعرض آخر ما تم إنتاجه من مؤدات وتقنيات خدمية تتعلق بعملية الإعمار محمد الصوفي قناة عدن الفضائية العاصمة المؤقتة عدن شاركت الجمهورية اليمنية في أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية والتقييس والتعدين المنعقدة بالعاصمة المغربية الرباط على المستوى الوزاري بوفد ترأسه سفير بلادنا لدى المملكة المغربية عز الدين سعيد الأصبحي وأكد السفير الأصبحي أهمية الدورة التي تأتي في خضم تحديات كبيرة أمام العمل العربي المشترك وتحديات السوق العالمية والاحتكار المعرفي الذي يتطلب تعزيز قدرات القطاع الصناعي في العالم العربي مشيرا إلى أن اليمن ورغم ظروف الانقلاب الحوثي الذي يعمد إلى تدمير مؤسسات الدولة وخلق الفوضى على المستوى الإقليمي والدولي إلا أن اليمن بمؤسسات الشرعية مازال فاعلا في مختلف مجالات التعاون العربي المشترك ويسهم بفاعلية في كل أطور جامعة الدول العربية وبمختلف المنابر الدولية بحث سفير بلادنا لدى كندا عميد السلك الدبلوماسي العربي جمال السلال مع وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون في المجال التنموي والإنساني وبناء القدرات استعرض السفير السلال مستجدات الأوضاع في بلادنا وتطوراتها على مختلف الأصعدة مجددا حرص الحكومة اليمنية على تحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات المتفق عليها من جانبه أكد الوزير الكندي دعم بلاده لجهود السلام وإعادة الأمن والاستقرار في اليمن ودعم خطة الاستجابة الإنسانية وأمن وحرية البلاحة في البحر الأحمر بحث سفير بلادنا لدى اليابان عادل السنيني مع المفوض الخاص للحكومة اليابانية للمعرض الدولي إكسيبو 2027 للبستنة كوشيكاوا كوزيهيكو مشاركة بلادنا في المعرض الذي سيقام في مدينة يوكوهاما اليابانية في العام 2027 واطلع السفير السنيني من المفوض الخاص والمختصين في المعرض على نشاطات وأهداف وخطط هيئة المعرض ومجالات التعاون التي تقدم للتنسيق والتعاون مع الدول المشاركة لضمان نجاح معرض إكسيبو للبستنة كما تم استعراض مجالات التعاون لإنجاح مشاركة بلادنا في معرض إكسيبو للبستنة وأكد السفير السنيني تطلع بلادنا إلى المشاركة الإيجابية لتعزيز التبادل الزراعي وتقديم صورة مشرفة ومشرقة عن الإرث والتراث الزراعي اليمني بحث سفير بلادنا لدى سلطنة عمان الدكتور خالد بن شطيف مع المفتش العام للشرطة والجمارك بسلطنة عمان الفريق حسن الشريقي عددا من القضايا التي تهم المقيمين والعابرين اليمنيين في سلطنة عمان وتطوير إجارات النقل بين البلدين وثمن السفير بن شطيف جهود سلطنة عمان الداعمة لليمن ولليمنيين من جانبه جدد المسؤول العماني حرص بلاده على تقديم كافة التسهيلات لأبناء الشعب اليمني صرح مصدر مسؤول بوزارة حقوق الإنسان بأن الوزارة تابعت منذ اللحظات الأولى لواقعة التعذيب التي تعرض لها سبعة مواطنين يمنيين بعد دخولهم الأراضي العمانية وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبع إن الوزارة تابعت واقعة التعذيب التي تعرض لها سبعة مواطنين يمنيين والذين حسب إفاداتهم ذكروا بأنهم دخلوا أراضي سلطنة عمان وتم القبض عليهم من قبل الجيش العماني وتعرضوا للتعذيب وتم إرجاعهم بعد ذلك للأراضي اليمنية حيث تمكنوا من الوصول إلى مدرية شحن بمحافظة المهرة وأضف المصدر قامت الوزارة بتكليف مكتبها بمحافظة المهرة لمتابعة القضية والإجراءات المتخذة من قبل إدارة أمن المحافظة وتم مقابلة الضحايا وأخذ أقوالهم ومعاينة الإصابات الجسيمة التي تعرضوا لها وإثباتها في محاضر رسمية وأكد المصدر استمرار الوزارة في متابعة القضية حتى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وعبر عن إدانته إدانة الوزارة الكاملة لتلك الجريمة واستمرارها في متابعة القضية وحرصها على تحقيق العدالة وفقا للقانون التقى أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان رئيس محكمة استئناف محافظة مأرب القاضي محمد قايد حميدان وفي اللقاء وضح رئيس محكمة الاستئناف أن السلطة القضائية في محافظة مأرب تبذل كل الجهود لتحقيق العدالة الناجزة وبما يكفل تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان بالرغم من نقص الكادر القضائي وشحة الإمكانات في ظل تزايد أعداد القضايا نتيجة لكثافة السكان التي تشهدها المحافظة وفي سياق ميداني نفذ فريق اللجنة نزولا إلى أربع مناطق أمنية في محافظة مأرب ودائرة الأمن العسكري وقام الفريق بمعاينة غرف الاحتجاز والاستماع لعدد من المحتجزين على ذمة قضايا مختلفة وتقييم أوضاعهم القانونية ومدى تمتعهم بالحقوق المكفولة وفقا للقواعد والمعايير الدولية والقانون الوطني والتعاون مع السلطات لمنع التجاوزات وتحسين ظروف الاحتجاز شارك في الزيارات رئيس نيابة استئناف محافظة مأرب القاضي عارف المخلافي ومدير دائرة الأمن العسكري العميد الركن عبدالله اليمني أكدت لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء أن الحكومة عبر وزارة المالية سددت كامل قيمة شحنتي وقود الكهرباء وذلك ضمن الإجراءات الحكومية التصحية لتوفير الوقود بسعر 711 دولار للطن المتري الواحد بدلا عن السعر السابق البالغ حوالي 1200 دولار للطن المتري الواحد ونفى مصدر المسؤول في لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء بتصريح صحفي صحة الافتراءات والادعاءات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم سداد الحكومة قيمة شحنتي الديزل ودع المصدر الجميع إلى تحر الدقة والمصداقية وعدم الإنجرار خلف تلك الشائعات التي تهدف النيل من الإجراءات الحكومية التصحية والتقليل من أهميتها مستنكر الاستغلال من يقف وراء تلك الشائعات لمعاناة المواطنين في ظل الحر الخانق نتيجة تأخر وصول الوقود لبضعة أيام لأسباب خارجة عن إرادة كل من المورد والحكومة أعلن وزير الحج والعمرة السعودية الدكتور توفيق الربيع عن وصول ما يقارب مليون ومئتي ألف حاج من مختلف دول العالم حتى مساء الخميس وشدد الربيع في المؤتمر الصحفي الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض على ضرورة التزام جميع الحجاج بالأنظمة والتعليمات صرف الله عز وجل هذا البلاد منذ تأسيسها بخدمة ضيوف الرحمن فأولت القيادة الرشيدة أيده الله جل اهتمامها بخدمتهم وتسهيل وصولهم إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لأداء النسك بكل يسر وطمأنين مع تواصل توافد حجاج بيت الله الحرام أود أن نشدد على ضرورة التزام جميع ضيوفنا الحجاج بالأنظمة والتعليمات والتعاون مع الجهات كافة لنتمكن من خدمتهم على أكمل وجه والتسهيل عليهم بإذن الله أداء المناسك كل يسر وطمأنين كما تم إطلاق حملة دولية للتوعية بخطورة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج والحملات الوهمية وممارسات الاحتيال الإلكترونية في أكثر من عشرين دولة في العالم كذلك انطلقت الحملة الوطنية لا حج بلا تصريح بقيادة الشركاء في وزارة الداخلية وإمارة منطقة مكة المكرمة للتوعية ثم تطبيق الأنظمة والتعليمات المنظمة للحج مما يمكن كل من يؤدي الحج بالطرق النظامية من إتمام المناسك براحته وتنظيم بدأنا من عام 43 تنظيم الحجاج لقدمنا من هذه الدول فبدأنا في تطبيقها أولاً في أوروبا وأمريكا بأن يكون التقديم إلكترونياً مباشرة بدون وسطاً بدون مكاتب سياحية وسيطة لضمان الخدمة وطمان حصول الحجاج على الخدمة المتفق عليها والعام الماضي توسعنا كذلك بشكل أكبر غطينا 67 دولة وفي هذا العام توسعنا في خدمة والآن هذه الخدمة التي تقدم مباشرة بدون وسطا تغطي 126 دولة كذلك في هذا العام أطلقنا بطاقة نسك التعريفية والتي تقدم الكثير من المزايا والخدمات مع توفر نسخة رقمية منها على تطبيقي نسك وتوكلنا وهي مصممة لتكون سهلة القراءة آلياً عبر أجهزة خاصة طبعاً كما ذكرت القيادة المملكة حفظها الله حريصة على سلام الحجاج وأن تكون الحج يعني يقام بكل طمأنينة وخشوع وهذه أحد المناسق المهمة وأحد أركان الإسلام لذا حرصت القيادة أن يكون الحج هو فعلاً للناس متفجرية بشكل نظامي لاحظنا حقيقةً بزمانة وزارة الداخلية أن هناك حجاج يأتون بدون تصريح وهذا يؤثر عليهم أولاً لأن لاحظنا حقيقةً يكون عياء شديد وإصابة شديدة بين هؤلاء الذين يأتون بغير تصريح وكذلك يؤثرون على الحجاج نحن نعمل على خطط دقيقة للتفويج وحركة وهذه الخطط مهمة جداً لسلامة الحجاج ولا قد الله تلافي أي مشاكل تحدث في الحج وجود حجاج غير النظاميين بالتأكيد هم خارج المنظومة يؤثرون على هذه التجربة وكذلك يؤثرون على أنفسهم وخصوصاً وخصوصاً أن بعضهم يعني لاحظنا يتعرضون الاحتيال وغيرها لذا عملنا من جانبين أو شيء التوعية بأن الجميع لازم يأخذ رخص الحج من المواقع الرسمية ولا يأخذها من الشركات التي تدعي بإقامة حملات وهمية الحملات هذه العالمية عملناها في الداخل والخارج وحقيقةً كان تعاون مذهل من الدول أكثر من 20 دولة ساهمت معنا في هذه التوعية وكان دور كبير حقيقةً في حماية الحجاج من تلك الدول ومن الاحتيال كذلك وزارة الداخلية هي تقوم بحملات ضخمة جداً يعني ونشكرهم على هذه العمل الجبار الذي يقومون فيه فلذلك الحج هو للعبادة وليس لأي شعرات سياسية وهذه ما تعمل عليه قيادة البملكة حفظه الله على أن يكون الحج فعلاً يكون فيه أعلى مظاهر الخشور والطمأنينة والروحانية والحمد لله رأيناه في العوام السابقة ودائماً ينبهون الرجال الأمن على اتباع التعريمات والحمد لله وجدنا اتباع التعريمات والتزام فيها في السلام الماضي القريبة حيث التزام عالي تبدو تبدو اللجنة الطبية في بعثة حجاج بلادنا جهوداً إنسانية كبيرة لضمان سلامة وصحة الحجاج اليمنين أثناء أدائهم للمناسك مفاد القناة إلى مكة المكرم الزميل علي حميد وفنى بالتفاصيل في هذا التقرير إنها اليد الحانية التي تمتد لتضميد جراح وأوجاع حجاج بلادنا في زحام المشاعر المقدسة والملاك الذي يبعث الطمأنينة في نفوسهم هؤلاء الأطباء ليسوا مجرد معالجين للأمراض بل معلمون يسعون لنشر المعرفة الصحية تمتد إلى الأبعاد النفسية والروحية لتمنح الحجج شعورا بالأمان والراحة في كل خطوة يخطوها على دراية ووعي مهامنا في ضمن البعث الطبية لخدمة حقاق بيت الله الحرام هو الحفاظ على سلامة وصحة الحاج من خلال تقديم الرعاية الطبية الأولية وذلك من إعطاء العلاقات الأولية بحسب احتياج كل حاج الحالات المترددة في العيادة أغلبها تكون شائعة خلال موسم الحاج يعني مثلا التحاف الجيش السنفسي وإسهالات وتحالات سمم غذائية سلخات نجيلة الحركة الشديدة ضربة شمس أحيانا ففي علاجات جبناها من اليمن معنا وتصريح من وزارة الصحة ويتم التعامل مع الحالات هذه بقدر المستطاع هنا في العيادة نحن لدينا مجموعتين مجموعة طبية إشرافية تابعة الوزارة الصحة العامة والسكان دورها الأساسي هو دور إشرافي على البعثات أو على الأطباء التابعين للوكالة الحج والعمرة عدد فريقنا 14 طبيب وفيدلي وكادر وسطي كثم رضو ما أشابه ذلك طبعا دورنا دور إشرافي وعلاجي في نفس الوقت لدينا عيادة مداومة على مداء الساعة تقدم خدمات إسعافية وعلاجيها أولية للحالات التي تصل إلينا لدينا بالمجمل 14 عيادة متواجدة في 13 برج هي الأماكن ونزول الحجاج اليمنيين عدد الفريق الآخر أو فريق وزارة الوكالة 121 طبيب منهم إسياريين منهم أخصائيين تتكون اللجنة من كوكبة من الأطباء والممرضين والمختصين الذين جاءوا من مختلف بقاع بلادنا يحملون معهم رسالة سامية تتجاوز حدود الواجب ليصل إلى أفق الإنسانية الرحبة ما عملتهم كويسة يستجيب الحالات بسرعة ما شاء الله عليهم فنانين أقلت ستتعالق الرقلين وأقدر تشيلهم والرمين يوم ما آتت لهم لأشر أيام من أنقع في حقم طائرة الرقليني توقع عني بس أني تعبانة مريضة عندي سوائل عندي القالب عندي تبدأ رحلة العطاء مع اللحظة الأولى لوصول الحجاج إلى أراضي الحرمين الشريفين يستقبلهم أعضاء اللجنة الطبية بقلوب مفتوحة وأياد ممدودة كالبستاني الذي يعتني بزهرته يسهر على راحتها ويسقيها من فيض تجاربه وعلمه يتفقدون أحوالهم الصحية ليقدمون النصائح والإرشادات التي تعينهم على تجاوز مشقة فريضة الحج لحظة صمت يجب فيها رفع القبعة لجهود هؤلاء الأبطال الذين ينسجون خيوط الرحمة والرعاية لتضيء الطريقة لحجج بلادنا علي حميد الأهدل من مكة المكرمة لقناة عدن أكدت قيادة محور تعز أن جميع الطرق في تعز مفتوحة من قبل قوات الجيش وأن إعلان الميليشيات الحوثية الإرهابية بفتح طريق جولة القصر شرقي المدينة هو عمل دعائي فقط وغير عملي ولا واقعي على الأرض وقالت قيادة المحور في بيان لها إن ما قامت به الميليشيات الحوثية الإرهابية ليس سوى رفع كومة تراب عن أحد المتارس والسماح للسيارات بالدوران عليه وتصوير ذلك للرأي العام على أنه فتح للطرقات لإظهار الحكومة كطرف معرقل وهذا غير صحيح بالمطلق وأضف البيان أن إعلان الميليشيات الحوثية الإرهابية بفتح جولة القصر جاء دون تنسيق مع سلطات بالمحافظة إلا أننا نؤكد أن الطرق جميعا مفتوحة من قبلنا تماما دون قيد أو شرط وأن من يغلقها ويلغمها وينشر القناصين على جوانبها هي الميليشيات ميليشيات الغدر والخيانة الحوثية الإرهابية ووضح البيان أن ما قامت به الميليشيات الحوثية الإرهابية هو رفع مترس واحد من أصل 15 مترس ترابيا في المدخل الذي أعلنوا عنه وأشر البيان إلى أن الطريق مزروعة بالألغام المضادة للأفراد والمضادة للمركبات لافتني لأنه بين المترس والآخر زرعت الميليشيات الإرهابية ألغاما في الطريق وعلى جوانبها بحدود 1800 لغم مضاد للمركبات والأفراد ويوجد عدد 20 قناصا في المباني المطلة على جانبي الطريق إلى جانب متارس إسمنتية وعبارات وكلها ملغمة ببراميل متفجرة نحن الآن في طريق الكند جولة القص أمام كلية الدراسات نرحب بإمثال الحوثي لمطالب أبناء تعز بفتح الطرق وهي اليوم أعلن أنه سيفتح طريق جولة القص جولة القص الكند جامع الخير هذا هو مطلب أبناء تعز من سنوات طويلة من 8 سنوات وتعز محاصرة ونحن نطالب بهذا الطلب نحن نتمنى ذلك ونحن حريصين فتح الطرق رفع معانات أبناء تعز ونرجو أن يكون صادق هذه المرة وليس ككل مرة فنحن الآن مستعدين لاستقبال الناس من يوم المواطنين من يوم غدا على أن يدخلوا بسهولة ويسر بدون أي معانات بدون أي عوائق سنواتد نتواصل لأنه لم ينسق معنا ولكن سننسق خضية دخول الناس بالتنسيق مشترك بعمل نقاط عسكرية لاستقبال الناس بهدوء وبسلاسة ويسر ونرجو أن يكون صادقا ونحن من يوم أمس من يوم غدا منتظرين لدخول الناس إلى داخل مدينة ولكنه يتحمل المسؤولية عن إصابة أي مواطن بألغام عسكرية يجب أن يزيد جميع الألغام العسكرية وجميع السواتر وجميع كل العوائق التي أمام المواطن نحن من قبلنا كما ترون الطرق كلها مفتوحة ولا توجد أي سواتر ولا يوجد أي ألغام لأننا حريصين على أبناء هذه المحافظة الدخول من لدى الحوثي المفتاح لديه متى ما يريد أن يفتح ومتى يريد أن يغلق هو اليوم نوى أن يفتح الطريق واستجاب لمطالبنا اللي نطالب بها من سنوات طويلة في جميع المؤتمرات الدولية والمحلية ونحن نطالب بهذه الطرق في اللقاءة معه اليوم استجاب كما أعلن نحن نتمنى أن يكون صادق ونرجو من يوم غدا أن يتم الترتيبات لإستقبال الناس أن جميع الطرق الرئيسية الداخلة إلى داخل مدينة تعز هي مفتوحة جميعها مفتوحة سواء التي من خطة 60 إلى مفرقة ذكرى خطة 60 إلى عصيفرة أو هذا الخط أو بقية الخطوط السلطة المحلية استجابت رئيس الجمهورية تابعنا حتى وصلنا هذا الخط وهو حريص على فتح الطرق إلى داخل مدينة تعز وهو يتابع من فترة طويلة واليوم هو من وجه وقال ضرورة سريع أن تستجيبوا لهذه المطالب قلنا نحن مستجيبين ونحن الآن منتظرين المصداقية توجيهات من أعلى إلى أسفل من رئيس الجمهورية والحكومة والسلطة المحلية ولجنة فتح الطرق كلها الآن منتظر فتح الطريق بصورة رسمية حقيقية بدون أي مزايدة إعلامية وميدانيا أيضا أسقطت القوات المشتركة طائرة مسيرة للميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران أثناء قيامها بأعمال عدائية صوب مواقع عسكرية جنوب محافظة الحديدة فاد الإعلام العسكري بأنه تم رصد طائرة مسيرة استطلاعية لميليشيات الحوثي أثناء تحليقها فوق مواقع عسكرية أسرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها أصيب مواطن بجروح خطيرة بانفجار لغم من مخلفات ما زرعته ميليشيات الحوثية الإرهابية في محافظة الحديدة فادت مصادر محلية بأن لغم حوثيا انفجر بالمواطن ناصر زيد علي الأهدل في وادي نخلة شرق مديرية حيس جنوبية الحديدة ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة بحسب المصادر فقد تم إسعاف المواطن إلى النقطة الطبية التابعة للواء السابع عمالقة وأجريت له الإسعافات الأولية ومن ثم تم تحويله إلى مستشفى الخوخ الميداني لاستكمال العلاج وتعد محافظة الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية المزروعة بالألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية على نطاق واسع في الطرقات والمزارع وأماكن الرعية انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام ألفا وأربعمائة وستة ألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو الماضي زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية في مختلف المحافظات أوضح المركز في بيان الله أن الألغام المنزوعة منها عشرة ألغام مضادة للأفراد وستة وثمانون لغما مضادة للدبابات وألفا وثلاثمائة وستة وعشرون ذخيرة غير منفجرة وعبوتان ناسفتان ليرتفع عدد الألغام التي نزعت خلال شهر مايو خمسة آلاف وسبعمائة وستة وستة وعشرون لغما ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع مسام حتى الآن ثمانمائة وثمانية وخمسين ألف واربعمائة واربعة واربعون ألف واربعة واربعون لغما زرعت بعشوائية في مختلف المحافظات ليحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن نجحت التجربة العملية التي قام بها فريق فني من مصلحة خفر السواحل اليمنية لأول زورق بحري صغير تم تصميمه وبناء هيكله محليا بنجاح وقال رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن خالد علي القملي في تصريح صحفي إن هذا الإنجاز خطوة مشرفة وبداية مشجعة لتطوير الكفاءات المحلية في مجال صناعة الزوارق مشيدا بجهود الفريق ومؤكدا دعمه الكامل لتطوير هذه القدرات بدوره أشار قائد الفريق الفني الرائد صفوان العزيبي إلى أن هذا الإنجاز يعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الكوادر المحلية ويشجع على استثمار المزيد في تطويرها مؤكدا أن هذا الإنجاز يعزز القدرات الأمنية والبحرية لمصلحة خفر السواحل ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الزوارق مستقبلا تعادل منتخبنا الوطني لكرة القدم مع نظيره البحريني بدون أهداف المباراة التي جمعتهم الخميس في طار الجولة الخامسة لمباراة المجموعة الثامنة بالدور الثاني للتصفيات الأسيوية المؤهلة للكأس العالم لكرة القدم الفين وستة وعشرين وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب البحريني إلى عشر نقاط في المركز الثاني خلف المتصدر المنتخب الإماراتي بفارق خمس نقاط ليتأكد تأهله إلى الدور الثالث من التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم وبلغ أيضا نهائية كأس الأمم الأسيوية الفين وسبعة وعشرين فيما حل منتخبنا الوطني في المركز الثالث برصيد أربع نقاط والنيبال في المركز الأخير بدون نقاط هذا ومن المقرر أن يحل المنتخب البحريني ضيفا على نظيره الإماراتي فيما يواجه منتخبنا الوطني نظيره النيبالي الثلاثاء المقبل في ختام مباراة المجموعة انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج صالح علي المطحني والد الزميل أكرم صالح مذيع ومقدم البرامج في قناة عدن الفضائية بعد معاناة مع المرض وبهذا المصاب الجلل يتقدم رئيس قطاع التلفزيون قناة عدن الفضائية فارس عبد العزي الصلاح وجميع الموظفين والعاملين في القناة بخالص التعازي وأصدق المواساة للزميل أكرم صالح المطحني وجميع أهله وكافة آل المطحني سألين لها العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وجميع محبيه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون الآن إلى حالة التقصي ودرجات الحرارة خلال الأربع والعشرين الساعة القادمة بمشيئة الله اشتركوا في القناة في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنه ملك مملكة السويد بمناسبة العيد الوطني لبلاده رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الدفاع السعودية الأمير خالد بن سلمان تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية البنك المركزي اليمنى يؤكد سرايانا قراراته بما يسهم في انهاء عبث ميليشيات الحوثي بالقطاع المصرفي والمالي ويحذر من تداول الشائعات في ختام هذه النشرة لكم أجمل التحايا وأطيب المنا من طاقم العمل جميعا دمتم بألف خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته